الشيء يذكر هذه الحلقة المهمة نشوف كتن هنا الكرة تصطدم بالقدم ونحلل مع بعض ومن يومين اتنين لعبة شبيهة تماما 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 الكرة هنا بتيجي هنا في الرجل بس وبتيجي في اليد وفي اليد الكرة بتصطدم بالرجل وبتيجي فين في اليد هذه الحلقة بمعيار واحد تم احتسابها عن طريق الفار في مباراة ركلة جزاء ويمكن لو معنا الحلقة بالزبط هي كابتن ايمن هي هي داكروري جاب لنا الحلقة بتاعت نشوف هنا التزديد نشوف التزديد هنا اللاعب هنا بتمام ونشوف هنا الاعادة كابتن بلاد خليك معايا اللاعب دي مهمة اوي 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 اللاعب المدافع هنا الكرة بتصطدم بالرجل بتروح في اليد الخارجة اللي هي عن نطاق الجسم وبالتالي هنا الحكم خلى اللاعبة تواصل الفار هنا جاب الحكم جاب الحكم تم احتساب ركل الجزاء وانا بقول ركل الجزاء الصحيحة لما نتكلم بمعيار التحكيم يا كابتن ايمن زي دي ما تحسبت صرف النظر هي المين ولكن هل بنتكلم في معيار التحكيم لعبة الاهلي لما نشوفها تاني اه يعني نشوف هنا اللاعبة هنا برافو داكروري انا بحييك على انك انت جبت لقطتين في على الشاشة نفس الحالة كابتن ايمن نفس الحالة هنا الكرة تصطدم تحسبت ودي ما تحسبت تيجي في اليد اللي هي اليد خارجة خارج نطاق الجسم هنا مخالفة وهنا مخالفة هنا تحسبت وهنا ما تحسبش ركل الجزاء اللي هم تحتسب وكانت خالب في وقت مهم جدا جدا هنا الفار لم يتدخل والحكم ما حسبش